كثير أوقات بنسمع ليلى أنه نحن عم نتصرف من تلقاء نفسنا ولكن للحقيقة علماء النفس ربطوا بعض تصرفاتنا بطبعاً علاقتنا تجاه أصدقائنا أو المقربين مننا وهذا الشي بيأثر علينا بشكل غير مباشر أوقات كثير نحن ما بندرك أنه نحن بناخد بعض السلوكيات أو ردات الفعل بناء على هاي العلاقة مع الشخص اللي نحن بانينا إنت بيكون هاي ردات الفعل طبيعية وإنت بتصير غير مرغوب فيها ولازم ننتبه على تأثير علاقات الأشخاص الآخرين بسلوكياتنا تماماً يا سلمة وخاصة في مرحلة الشباب اليوم تتبلور شخصيتنا بتتوضح المسارات لأنه بتصير وجهات نظرنا مختلفة يمكن منصير أكتر عرضة للتأثر بالبيئة السلبية لكن اليوم قيمت فينا نحن نستثمر هذا الشيء المحيط اللي حولنا نحن اليوم بدنا نتأثر فيه لكن قيمت فينا نستثمر هذا الشيء بالشكل الإيجابي رح نتعرف أكتر ونحكي عن هذا الموضوع بمساحتنا الصباحية مع ضيفتنا الأستاذة في علم النفس الدكتورة رولا صيداوي سيد صباح لكم صباح الخير صباح الخير دكتورة رولا صباح الخير خلينا نبلش اليوم موضوع مهم كتير ويمكن ما كتير الناس تتطرق بالحديث ردات الفعل أو تأثر الشخص بسلوكه بردات فعله أنه مرتبط بعلاقته بالآخرين قالت بالبداية ليلى أنه الشباب أكثر تأثرا بهذا الموضوع هل فعلا الشباب هنا أكثر تأثرا أم؟ كلا يعطنا ممكن تكون ردات فعلنا العلاقة بعلاقتنا بالأشخاص بداية هو طبعا الموضوع جدا مهم والعنوان كمان لازم نضيق عليه هلأ التأثر هو بيكون يبدأ من فترة المراهقة حتى فترة الشباب السبب في عدة أسباب هلأ إذا كان هو خلينا نقول تقليد أو الأخذ من عادات الطرف الثاني سواء صديق أو قريب أو يعني شخص مقرب ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية من باب المحبة أحيانا من باب الإعجاب تماما الإعجاب بالمظهر العام من باب أحيانا بيكون مثلا السلوكيات الإيجابية المشكلة وين إذا كانت السلوكيات خاطئة السلوكيات لا تناسب عاداتنا وتقاليدنا بالنسبة كمجتمع أو بالنسبة كأسرة اليوم كمان دكتورة دور التأثير الكبير لجيل الشباب هو السوشيال ميديا اليوم كثير عم يتأثروا بممكن بأشخاص على السوشيال ميديا نظرة الشباب اليوم لجوهر الشيء في مسار حياتهم خلينا نحكي كيف ممكن أن نطوع هذا الشيء بشكل إيجابي هلأ للأسف الظواهر الآن اللي هي منتشرة بشكل عام هو تقليد شباب للغرب نعفوا لشباب الغرب بعاداتهم بسلوكهم بسلوكياتهم الخاطئة أحيانا في بعض السلوكيات للأسف هي شاذة بطريقة حكيون أصات الشعر هذا كله تقليد اللي نحنا منقول الأعمى ليس التقليد حلو نقلب بالأبحاث بالتطورات العلمية بانطور نفسنا هذا الشيء إيجابي سواء من مثلا عالم السوشيال ميديا سواء كان الشخص عربي أو غربي نحنا ناخد الشيء الإيجابي للأسف نحنا عم نقلد الشيء الغربي والشباب أكثر عرضة نبدأ مثل ما حكيت أنه المراهقة وبعدين الشباب أكثر عرضة بسبب هنين بيعتقدوا أنه كل تعاليم وتوجيهات الأهل هي خاطئة هي مو مناسبة لعمرهم أو هن من جيل قديم والشباب الآن من جيل حديث وطوار الفكرة وين بتجي؟ بتجي بعد سنوات طويلة بيكون الفرصة راحة لفترة المرحلة بيطور فيها نفسي ضاعت مني هالفرصة فلذلك نحنا هون لما منقول أنه من نطوعها مثل ما ذكرت الأستاذة ليلى أنه نطوعها بشكل إيجابي كيف هلأ هون بيجي بقى الدور الأهل بالتربية بدأت تبدأ من الطفولة بيجي بعدها الموجه التربوي دوما بأكد المعلمين أحيانا شخص مقرب ممكن صديقي هو فعلا بيريد الخير لصديقه شخص مقرب من العائلة أو من المعارف أو من الجيران أو ممكن استاذ كان سابقا يعطيه هو لسه على علاقة معه هون بيعطيه بقى الشيء الإيجابي هلأ هون بيبدأ التقليد بالشيء الإيجابي بياخد من استاذه من صديقه اللي عنده إيجابيات بيبلش بتعلم منه شيئا فشيء نعطي مثال الطالب إذا متعلق باستاذه بيصير بقلده بحركاته بسلوكياته وحتى بطريقة حكيه والعاكس صحيح إذا كان هو مثلا صديق كان غير إيجابي بقلده كمان بحركاته سلوكياته حتى بنمط لباسه طب دكتورة رولا حكيتي عن فكرة كتير مهمة اليوم السوشال ميديا مرتبطة فينا وكمان أصدقائنا كما حكينا وهو محورنا الأساسي اليوم نحن نقول قديش بنتأثر بالأشخاص اللي هنا محيطين فينا أحياناً لبعض الأصدقاء بيكون لهم تأثير أكبر من الأهل على الشباب وخصوصاً بمرحلة المراهقة أو حتى ببداية الجامعة صارناً نشوفهم هلأ بيمبسطوا بيلبسمة البعض بنزلوا صور يعني بيشاركوا شغلات هنا بيشتركوا فيها لأي درجة أنا ممكن نشوف هذا الشيء وأسمح فيه وحاول أني أنا أعمل رقابة بحيث أنه ما يدوب الشخص بشخص آخر أنه أوكي ممكن تكون أنت ورفئك نفس الشيء تجبهه بعض بسمة البعض كذا بس مولا درجة تلغي شخصيتك أو هويتك تماماً بناءاً لتكون أنت مثل صديقك أو العكس يعني تمام جهة الأخرى هلأ في نقطة أنا لما أنا كأم أو أنا كأب أو أنا كموجه معلم معلمة لما بعزز له ثقته بنفسه لما يكون الشخص عنده ثقة بنفسه محل لك تامي شبه تامي أو ثقة فيها نوع من الإيجابية فأنا هون بحب الشخص الثاني بحب شوف نمط كلامه لبسه لكن مو مية بالمية ليش لأنه أنا عندي شخصيتي المستقلة وأنا طبيعة الإنسان رب العالمين خلق الناس كل يتعارفه كل واحد إليه خصوصيات وعنده مهارات وعنده قدرات وعنده تميز بشخصيته وعنده تفرد بشخصيته أنا لما بدأ أكون نسخة خلينا نقول الفوتوكوبي من هذا الشخص أو من فلاني صديقتي مناتك أنا ومين شخصيتي وإنت ميوزي أنا بحس هفين مشكلة هلأ عم شوفها أكبر يعني ما أصد بس شباب هلأ عم شوف ناس بالعمل ناس بالمحيط بالمحيط صاروا عم بيكونوا كوبي بيست تماما وأحيانا النسخ مشوهة يعني ما عم ينجحوا يكونوا نسخة أصلي هلأ هوني بيكون في خلل معلش بالتربية خلل أنه أنا عندي مثلا بعض خلينا نقول فترة المراهقة أو قبل شوي الطفولة نهاية مرحلة الطفولة بيكون في خلل أنه عنده شي ناقصه وللأسف يجي دور الأهل أنه أنت هاي الأمور ناقصتك كتير هلأ هو الشي الفاقده بروح بيبحث عنه بصديق بزميل بالعمل بقلده تماما تماما بقلده بيفكر أنه أنه هذا هو الشي صح حتى منلاحظ شباب كتير مو بس بكتير دول بقلده مثلا الغرب بقصات شعره بنمط لباسه هلأ نحنا عنا هون للأسف بيكونوا أنه مثلا هذا هذا اللي عم قلد الغرب يعني غير مقبول بمجتمعنا هلأ كل مجتمع له عاداته وتقاليده منحترمه لكن نحنا مو مناسبنا يعني أنا ما بقول أنه فلان خطأ أنا بالنسبة إلي عادات مجتمعي قبل الأسرة عادات مجتمعي وتقاليد أنا بدي راعيها وهي إلى مكاني ومقدسي ما بيصير أنا قلد الغرب وبيدي أفرض على أسرتي واقعي أنه أنا هيك بدي تقبلوني أنا بدي عيش يعني أنا مثلا مسافر لدولة بشوف لباسي بيكون مثل هالدولة اللي رايحت له ما هو هون هون فن أو بروتوكول التواصل الاجتماعي والتواصل بين البلدان تمام مثل ما ذكرت سلمة أنه أحيانا التقليد حتى دمن إطار العمل حاضرتك عم تذكري هذا الشيء منطفه لحتى يمكن مرحلة المراهقة اللي هي الأهم اليوم الأهل دائما بيحبوا يشوفوا أبنه الناجح لكن لازم يواجهوا يمكن بالطريقة الصحيحة أنه أنت ما لازم تكون مثل فلان أنه لازم تشتغل لحتى تصير أنه شخص ناجح لما هو بجوز يفهم هاي التعليمات خطأ أو نصائح الأهل خطأ أنه أنا بدي روح أقلد هذا الشخص صير نسخة عنه ومو أنه أنا صير ناجح أو اشتغل عحالي أو صير شخص ناجح قديش هذا الشيء مهم نفرق بين هذول الشغلتين المقارنة دوما هي هدامي حتى بعض الأمهات أو بعض الآباء بيقارنوا الأخ الأكبر الأخ الأصغر بالأخ الأكبر أو ابن الخالي أو ابن الأخ الأكبر هو شاطر مشتهد مثلا فات الفرع اللي علاماته عالي الثاني عنده مواهب تاني وعنده يعني قدرات تاني قدرات مختلفة بصير نقول له بدك تكون نسخة عن أخوك الكبير أو مثل ما ذكرتي أرايبك هون بصير هو بيقلد بعدين بيجي لمرحلة الرفض نرجع لبداية الكلام هو دوافع السلوك يعني ما وراء السلوك دوافع السلوك أحيانا بتكون إيجابية أو أحيانا تكون سلبية فهو لا شعوريا بالعقل الباطني عنده بيرجع بيقول أنه أنا بده يصير يقلد فلان حتى يثبت نفسه أو هاي بين مرحلة إذا كان هو ما لغى شخصيته إذا ما لغى شخصيته وأثبت ثقته وأثبت جدارته أنه أنا فعلا شخصيتي مستقلة ومتفردة عن غيري هون بقال بيبدأ أنه بكلمة اللأ طبعا اللأ بشو بو نحن نقول بأصولة مو اللأ بتنمر أو تمرد أنه أنا إلي شخصيتي مستقلة أنا صح هذا الفرع لكن مثال أنا بحب هذا اللبس أنا هذا اللون بحب يعني كتير أحيان بسمع انتقادات أنه مثلا بنسبة للشباب شاب يحب لون معين يدلب سوى شاب تاني أخوه بيكون لون تاني بتجي الأم أو الأبد تلبس نفس الألوان طيب هو عنده رغبة معينة يعني ليش نحن لنكبة شخصية المراهق أو الشاب لأنه هذا هيطة يعني أنه لازم تكون مثل أخو نوعا ما نرجع لحسب العادات المقبولة واللباس المقبولة بنرجع لإلها هون يعني دكتورة رولعة مثل ما بقوله انت دار ما تحطي إيدك على الوجع بأي شيء نحكي فيه الأهل أحيانا من غير قصدهم بيصرفوا تصرفات بيخلوا الشخص يتوجه نحو قدوة معينة الطفل هو صغير نعرف قدوته الأساسية لأب الأم والأخوات بالمنزل لسن معين بس يشوف المحيط بيبلش بعد تتغير قدوته معلم مواجه ما إلى ذلك هذا العمر قديش مفصلي وتقريبا يعني هل مثلا أثبت علماء النفس أنه فيه عمر معين خلينا نحكي عن صناعة القدوة لأنه هي الأساس لتشكل نصفه المشاكل السلوكية تمام هلأ دوما بيقولوا أنه الطفل بيكون قائد من ظغره قائد من ظغره أنت بتلاحظي بيكون عمره تلات ستين بيكون بمكان فيه أطفال بتلاقي بيعمل دائرة بيكون هو بيحرقهم هلأ هو هذا من ظغره يعني هو فيه جينات معينة هو بيكون فعلا شخصيته تماما بتجي التربية إما بتعزز أو بتكبت هي أول بداية إذا هذا الطفل فعلا لاحظت لهم أنه هو قائد من ظغره خلينا نعزز له هذا الشي مجرد ما عززنا له هون بيصير فيه عنده هو تفرد بشخصيته عنده استقلالية بشخصيته عنده حب يقول رأيه بصراحة حتى لو كان خاطئ من صحح من وجه ما نكبت أنه خطأ أو لا تحكي كان فيه عادة قديمة عند الأمهات سابقا وعند جداتنا أنه تكونوا بجمعة سيدات بيجي الطفل بده يقدموله ضيافة لا ما بياخد طيب ما هو بده يقول رأيه هاي هاي مثال يضرب ولا يقاص بده يقول رأيه هون لما بتكبته هو بصير بقالي بيخجل مع الأيام ما بيقعد بيقدر يحكي أو بيفرقه يعني إذا الصبي مسمح لك تقعد مع الأكبار وتحكي تديره البنت لا أنت فوتي يعني هاي كمان تميز هاي كلا عادات وتربية خاطئة هي للأسف هي تربية خاطئة لكن الآن بهذا خلينا نقول بالتطور اللي صار والتكنولوجيا اللي تطورت و بتعرفي أنت العالم صار هو شاشة صغيرة عم نشوفها فالناس بتتقلط بعضها بشكل عام لكن نحنا خلينا نتقلط بعضها بالشيء الإيجابي يعني صارت البنت هلأ نحنا نرجع للأساس الإسلام هو كرم المرأة وكرم البنت أعطاها أهميتها فللأسف عادات مجتمع لغتلة هويتها ما هو الإسلام أعطاها مكانتها وهويتها ليش ننضغي لها ياها وكل الديانات أعطوها مكانتها وهويتها للمرأة أو للبنت خلينا نقول فهون بتجي الأهل أنه لا بيصير ما بيصير هون ترجع عندها كبت بيصير عندها مشاكل نفسية أين بتظهر لما تطلع مرحلة المدرسة المراهقة بتتزوج صغيرة بتبلش المشاكل مع زوجها مع بيتها معها بيصير فيه انفصال نتيجة بنرجع للسبب الأساسي الكبت وعدم أنه خليها تعبر عن رأيها أنه هي بفعلا شخصيتها مختلفة عن إختها عن مثلا رفيئتها رايتها طب دكتورة اليوم عم تذكر نقطة مهمة أنه العادات والتقاليد أو البيئة المحيطة اليوم نحنا مجتمع كتير متأثر بالبيئة المحيطة وبالعادات والتقاليد يعني اليوم الأهل قبل ما يحطوا هاي القيود على أبناؤهم كمان عم بيحطوها ع حالهم أي شيء بدون يتصرفون نحن عيب نحنا ما بيصير هاي عاداتنا هاي تقاليدنا هنون ما عم يقدروا يطلعوا من هذا الإطار فهنون عم يصلطوا هاد الشيء كمان على أولادهم اليوم الأهل كمان لازم يقدروا يكون في طريق هل حتى يطلعوا ويتجاوزوا هاد الشيء هلأ في خطوط حمراء نحنا ما نتجاوزها بالعادات والتقاليد المجتمعية خلينا نحكي عن مجتمعنا في خطوط حمراء نحنا ما نتجاوزها مناء الحضارات بيبقى النتيجة إنه حفاظهم على العادات الأساسية المشكلة وين إنه اللي هي ما بتأثر إلا سلبا هون نحنا اللي عم نتمسك فيها ونترك الجوهر الجوهر هون أنا ربي ابني بنتي على المبادئ والقيم ويمشي وين بعضته بأي بلد كان أنا مربيته أساسيات ومبادئ معينة لو بيروح لآخر بلد بالعالم أنا ما بخاف عليه أما أنا بظل بيكبتو بيكبتو للأسف بيطلع لدولة تانية بيسافر بتلاقي ببلش السلوكيات الخاطئة أي اللي بيمارسها أنا أعطي للخطوط الحمراء ما يتجاوزها ببادئ والقيم ربيع عليها عزز له سيخته شخصيته عزز له سيخته بنفسه ضروري حتى مشان نفسه ومشان للآخرين أي مهنة فاته أي مجال اختاره هو بيكون هذا خير إله بس يطور من نفسه يعني فيه نحنا خصوص الآن مقبلين على شهادات ونتائج الشهادة الثانوية فنحنا بنقول لهم الإختيار يكون أنك أنت تعزز تكون فعلا عندك شغف بهذا الفرع لحتى تطور من نفسك ما تكون نسخة عن فلان وفلان أكيد ودايما دكتورة يعني نحنا بنقول هلأ خلينا نقول وصفنا بشكل عامل مشكلة هاي السلوكية طيب إنت أنا بقدر بلش ساعد وحل في ناس ما بتنتبه أصلا أنه صار في مشكلة بيطلع الولاد و بينشاء المحيط بعدين لما بيصير هو برب أسرة أو بيصير بعمل بيصطدر معه جراء هاي المشاكل السلوكية كيف فينا نحل هيك مشاكل نحنا ذكرنا نقطة أنه الآن نحنا في عصر تكنولوجيا هلأ المفروض من فترة آخر فترة التفولة يعني خلينا نقول بالـ 8-9 سنوات أو حيك تقريبا بيبلش بتلاحظ الأم والأم مقربة أكثر للطفل أنه فيه سلوكيات خاطئة شازة مو صحيحة هلأ نتيجة أنه أنا مهملة إليه نتيجة هو انفصال الوالدين أي نتيجة أي سبب كان هون بدي أنا تابع فيه متابعة بين الأهل وبين المعلم بين الموجه أنا دوماً أسأله لأبني ما إكبته إذا قال رأي لو كان خاطئ ولو كان مثلاً أحياناً طفل بيكون بجمعة أهل بيقول كلمة فبيجوا الأهل بيخانقوا بعد ما يروحوا له ديوف أو المعارف أنه ما بصير هيك تحكي طب هلأ أنا ممكن يوجهه لكن ما إكبته أنه ما بيصير بقوم هو بيبطل يحكي الاكتشاف مو أنه تصير يتزوج وصار عنده أسرة لا بيكون المشاكل بتصير أبن كتريت المراهقة بدأ بسن 13-14 بيصير بيبتعد عن البيت بيصير بي بنرجع لبداية كلامنا بيقلد رفاق السوق لا صمح الله بيبعد عنه بيصير سلوكيات شازة بترك المدرسة إلى آخره بيصير بمشاكل نحن بيغينا عنها فهي هون بتبلش نحن من بدايتها طبعاً الأهل إذا تابعوا بشكل كبير مع المعلم مع إدارة المدرسة مع موجه التربوي بكل المدارس موجود بشكل مستمر فيه كمان عناية لازم تكون من المدارس من الموجهين تربويين ضروري أو المرشدين النفسيين الموجودين بالمدارس ضروري يعني نسجل كل حال حكي الحالة مو بس أنه نحن عنا موجه بهذه المدرسة لا لأنه ضروري كتير علاج المشكلة من بدايتها أهوى من تفاقل المشكلة تماماً طيب دكتورة اليوم الأعمار اللي هنون أكتر تأثراً بالبيئة السلبية وأيضاً اليوم كيف الأهل ذكرتي أنه لازم المتابعة اليوم السوشيال ميديا ما عم يقدروا الأهل يعني إحنا بصراحة هذا واقع طويلة اليوم ما يمكن ما في رقابة شو هنون عم يتابعوا شو هنون عم يحضروا اليوم بعد حتى أحياناً في ألعاب عم تحول هذا الطفل لشخص عدواني أو المراهق اليوم كيف فيهم أو طرق يقدروا يبعدوا أطفالهم عن هذا الشيء بد أن يشغلوهم بالشيء المفيد يعني ما عليش أنه هذا خلينا نقول المراهق أو الطفل أو لما يكون طول وقته ليلة نهار ما عنده قيمة للعمل لشغله لدراسته لجلسته مع أهله مع والده أو والدته مع أخواته مع عارفه وما عم نأكد من الأم والأبنه لازم تكون معنا فهو هم ده يستمر أكيد وبده يفوت بمنحة نحن بغناء عنه صار بعالم تاني تماماً ببداية المراهقة ببلش التأديد يعني بالطفولة ما رح يكون هالتأديد إلا يكون النوعاً ما مثل ما يعني المراهقة الأكثر بداية أنه نطلع فدوماً نشغله في عنا كتير برامج محاضرات ما حنقول محاضرات بعد الشباب ما بيحبوا يتابعوا خلينا نقول تعلم لغات هذا كله بالنسبة للموبايل أنا ما عم بقول طلع لبرة رياضة ماشي هذا كله بيخليه شوي يخفف هذا الستريس هلا هو لش بيتابع الشاب ما عنده شي مفيد يشغله نفسه فيه يعني دوماً الإنسان أنت بتلاحظي اللي عنده وقته مليان بتلاقي ما عنده وقته أصلاً للموبايل ويفتح المواقع التواصل إلا ما ندر لكن تكون عنده فراغ والفراغ معروف مفسد للمرء فنحن هون بدنا نكون هالنقطة ننتبه لك كوالدين أو كأخي كبير من نسبة لأخوه الأصغر ضروري ضروري كتير كمان طيب يعني بعد ما تعرفنا على كتير من النقاط دكتورة رولا خلينا هيك ناخد نصائح عام اليوم للأهل كيفية التعامل مع سواء الطفل وخصوصاً مثل ما قلنا كتير من هاي السلوكيات الخاطئة عم تتشكل من عمر مبكر من دون ما نعرف بعض الدراسات النفسية قرأت عنا أنه هي ربطة استخدام الأهل بالثواب والعقاب بهذا الشي أنه مع الوقت بيأثر أنه عملت على هذا السلوك منيح فهو رح يكمل معه ويتطور معه عملت غلط رح يكمل معه أيضاً الخطأ الأحياناً العقاب بيكون بدرجة قاسية بعد الأهالي بيعطوا فكرة للثواب والعقاب أنه بيربطوها فقط للأسف يعني بالعقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى يعني بيكون طفل صغي إذا عمل خلص أنت الله زعل منك يعني مبعد بيرغبوه هي بداية عم نحكي في نقطة ثانية هو إهمال الوالدين للطفل تركه مقارنته أنه هو غير ناجح هو فاشل هو ما عنده اهتمام بنفسه ما عنده اهتمام بعلمه لذلك هذا بيخليه يبتعد عن العالم ثاني هو بشكله بيصنعه بنفسه سواء أصدقاء سواء سوشال ميديا سواء أنه انفصال عن الواقع الحقيقي هون بيصير بيبدأ بتقليد الغير للأسف لكن التقليد السيء أو السلوكيات الغير مرغوبة أكيد دكتورة بيخيتام فقرتنا من التشكر حضورك معنا ونتمنى لك بقية نهار كتير حلو شكرا لكم شكرا لك شكرا لك دكتورة شكرا لك